السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه في فيديو النهاردة عامل معاكم كيب ده بانيه بطريقة سهلة وبسيطة وطعمها بجد جنن حلوة او خفيفة كده وما اخدتش معايا وقت خالص في السواء اهم حاجة تجيبها خفيفة كده شريح خفيفة وعاوزكم تجربوها وتقولولي ايه رأيكم في الكومنتات بس قبل ما ابدأ ياريت متنسوش تعملولي سبسكرايب للقناة وتفعلولي زر الجرس عشان يصلكم كل جديد وتحطولي اللايك يلا بسم الله معايا هنا نصف كيلو من الكبدة ده نصف كيلو من الكبدة ما قطعه كده رفيح خالص بتقولي للجزر يقطعها لك بنا شوفوا سمكها عامل ازاي خفيف كده بتكون رفيعة علشان خاطر كمان متخدش معاك في السواء كده معايا هنا ملح ومعايا هنا شطة ومعايا كمون وكسبرة ومعايا هنا هارسة شطة من كل حاجة كده هنصف معلقة صغير البهارات دي بتدي طعم حلو قوي للكبدة ومعايا كمان هنا نصف معلقة التوم كده مفروم نصف معلقة كده من التوم المفروم عشان خاطر هارسة شطة معايا كمان فيها توم ومعايا كمان هناك معلقة عصر اللمون معلقة كبيرة كده من عصر اللمون وحط معي كمان معلقة من الخل الكبدة هنا بتحب اللمون والخل علشان خاطر كمان بتخليها تستوي كمان بسرعة ما بتاخدش معاك كتير في السوي هقل بقى الكبدة كده مع التوابل واللمون والخل هي مجرد ما تنزل عليها بالتدبيلة بتاخد من التدبيلة بسرعة الكبدة بتقبل التدبيلة على طول ما بتاخدش وقت بعد ما قلبت الكبدة كده هسيبها بقى كده خمس دقايق وهاشتغل فيها على طول معايا هنا بقصمات مطحون ومعايا هنا كمان بيض ومعايا دقيق هقلب البيض كده وهنزل عليه بس بسنة من الفلفل يعني ربع معلقة صغيرة من الفلفل مش هحط ملح لان الكبدة عندي بتتبيلة كويس عازكم كده تجربوا الكبدة بالطريقة دي وتكتبولوا كده تعليق حلو منكم وتشيريوا له الفيديو ده لكل قريبكم وحابقكم هجيب هنا بقى شرحت الكبدة كده انا عملت هنا جنب الكبدة مقارونة حمرة كده بالسلسة لو انت حبت أكلها بعيش بتكون جميلة برضو هاخدها بقى من البيت كده وهنزل على طول على البقصمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ما سبتها المدة الساعة في التلاجة هجيب سيت على النار كده أسيبه لما يسخن وههدى النار متوسطة كده وهنزل بقى بالكبدة هي الكبدة مش هتاخد معايا وقت كده علشان خطر هي سمكها رفيقة وكمان علشان خطر هي أول ما بتنزل في التدبيلة بتساعد على السواء على طول فمش هتاخد معايا خمس دقايق كده على النار من خمسة لعشر دقايق كده انا سبتها على نار متوسطة كده ما اخدتش معايا من ثلاثة لخمس دقايق على الجنب ده هقلبها بقى على الجنب التاني هسيبها برضو ثلاث دقايق كده من ثلاثة لخمس دقايق كمان على الجنب التاني مش هتاخد الثلاث دقايق يعني من ثلاثة لخمسة بس بجد عاوزكم تجربوها وطعمها حلوة اوي هي كده حمرت كمان هتطلحها بقى ده شكلها بقى بعد ما خلصت بجد جميلة جدا وطعمها حلوة اوي ياريت ما تنسونيش بالاشتراك وفعال الجرس عشان يصلكم كل جديد وبكده فيديو النهاردة خلص اسيبكم بقى في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته